السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصفة الثاني السنوي الزراعي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة تربية الدواجن إن شاء الله بإذن الله هندرس مع بعض منهج الترمي التاني الخاص بمادة تربية الدواجن قسمة فني انتاج حيواني ودجني بإذن الله طبعا عندنا مجموعة من الوحدات المهمة اللي هندرسها مع بعضنا القائمة على منظومة الجدارات طبعا منظومة الجدارات زي ما احنا فاهمين قلنا يعني ايه جدارة قبل كده الجدارة هي عبارة عن ايه عن معارف علمية ومهارات عملية وسلوكية دي معنى كلمة جدارات يعني ايه كلمة جدارات كلمة جدارة مفروض إن الطالب بياخد المعلومة وينفز المعلومة ويطبك هذه المعلومة بإيده عشان نطلع طالب قادر على موجهة سوء العمل الوحدة اللي احنا هندرسها النهاردة هي وحدة رعاية دجاج انتاج البيض وحدة رعاية دجاج انتاج البيض بتحظى بأهمية كبيرة نظرا لما يتمتع به البيض من الارتفاع قمته الغذائية فيما يتعلق بنسبة البروتين المرتفعة فيه فيما يتعلق بنسبة احتواءه على كمية كبيرة من الحديد والفسفور والكلسم وكثير من الأملاح المعدنين لذلك نظرا لهمية هذه الوحدة هندرسها دراسة مستفيدة إن شاء الله بشكلها الجديد في شكل منظومة الجدارات الوحدة دي بتهدف إلى إكساب الطالب مجموعة من الجدارات التي تمكن الطالب من كيفية رعاية قطعان دجاج انتاج البيض ومعرفة الاحتياجات البيئية اللازمة من حرارة ورطوبة وتهوية وغيره من العمليات كل العمليات دي إن شاء الله هنتناولها مع بعضينا خلال الحلقة دي والحلقات القادمة بإذن الله طيب الوحدة دي فيها كم مخرج الوحدة دي زي ما عرفته طبعا مع مدرسينكم والمقيمين الأساسيين في داخل المدارس إن احنا كل وحدة بتقسم إلى مجموعة من المخرجات وكل مخرج بيقسم إلى مجموعة من المرافق وكل مرفق له عدة معايير فإحنا هنتناول المخرجات بتاعت هذه الوحدة اللي هي عبارة عن أربع مخرجات المخرج الأول منها وهو يهيئ المسكن لاستقبال الكاتاكين ده أول مخرج بالنسبة لنا المخرج الثاني متابعة العمل تقوي يتابع حالة الكاتاكيت وإجراء العمليات اليومية والدورية المخرج الثالث بالنسبة لنا ينفذ العمليات الدورية تمام أيضا في داخل المخرج بعد كده نمر أربعة بيعد البيت الناتج للتصويم كل هذه المخرجات هنتناولها مع بعضينا واحدة واحدة وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة دسمة تستطيع الاستفادة منها وإن شاء الله بإذن الله منتظرين تساؤلاتكم على الحلقة على قناة طبعا مصر للتعليم الفني على اليوتيوب نبدأ مع بعضينا كده في رعاية دجاج انتاج البيت ونشوفه مخرجات التعلم ونشوفه بتهدف الوحدة ديت إلى إيه وتعال نشوف مع بعض كده موضوع نائم رعاية الدجاج البيان هي عبارة عن إيه بيقول لي تهدف هذه الوحدة إلى إكساب الطالب الجدارات المتعلقة بتهيئة المسكن زي ما قلت الحضرتك وتحديد الأنواع المختلفة لدجاج انتاج البيت حسب لون القشرة يعني إيه بقى الكلام ده يعني هتصنف أنواع الدجاج السلالات اللي عندي عندي سلالات عديدة بتطلق عليها السلالات التجارية المتخصصة في إنتاج البيت مجموعة السلالات التجارية المتخصصة في إنتاج البيت بتحتوي على نوعية يأما زات القشرة البيضاء ولها عدة أنواع حنتشوفها مع بعضنا وزات القشرة البنية ولها عدة أنواع حنتناولها مع بعضنا إذن الغرض الأساسي من دراسة هذه الوحدة زي ما قلت لك معرفة الاحتياجات البيئية لقطعان دجاج انتاج البيت بالإضافة إلى الأنواع المختلفة لقطعان انتاج البيت زات القشرة البيضاء وزات القشرة البنية درس لذيذ وإن شاء الله بإذن الله معدل الاستفادة منه يكون كتير بالنسبة حضر ورقة كده وقلم معايا وندون المعلومات اللي هنقولها مع بعضينا المعلومات اللي هنلاقيها مهمة المعلومات اللي هتحظى باهتمامك ان شاء الله بإذن الله تدونها معايا نكمل مع بعضينا زي ما قلنا هندرس ايه برضو او غرض الوحدة ديت ايه توزيع الدفيات ضبط درجات الحرارة تصبيت الرطوبة توفير التهوية المناسبة توفير مهارات التغذية والثقية وكذلك عملية مهمة جدا 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 وهي عملية قص المنقار تمام ودي تعتبر من اهم الاشياء اللي هتواجهك اثناء عمليات التقييم لازم تتعلم ازاي يتم عملية قص المنقار بكفاءة تمام عشان حضرتك تمام تستطيع اجتياز الجدارة او المخرج بتاع التعلم في هذه الوحدة تمام نيجي بعد كده نتكلم على مخرجات التعلم في هذه الوحدة زي ما قلت لحضرتك مخرجات التعلم في الوحدة ديت عبارة عن اربع مخرجات اساسية المخرج الاول يهيئ المسكن لاستقبال كاتاكيت قلبين المخرج التاني يتابع حالة الكاتاكيت خلال مرحلة التحديد هتيجي تسألني دلوقتي وتقول لي يعني يا مستر طب احنا يهيئ المسكن لاستقبال الكاتاكيت عارفنا يعني بنجهز عن بري عشان نستقبل في دفعة كاتاكيت طب يعني ايه يتابع حالة الكاتاكيت خلال مرحلة التحديد طب ايه هي مرحلة التحديين؟ مرحلة التحديين دي هي المرحلة منذ خروج الكاتكوت تمام من البيضة يعني منذ عملية الفاكس الى ان يصل لمدة 8 اسابيع كل المرحلة دي بيطلق على مرحلة التحديين يبقى يعني ايه كلمة تحديين؟ عملية التحديين وتشمل معانا هي عملية تمام الحضانة للطائر منذ خروجه او منذ الفاكس يعني منذ عمر يوم الى ان يصل لعمر 8 اسابيع حضرتك عملية التحديم دي تعتبر من اهم العمليات اللي بتواجهني في عملية طبعا تربية انتاج قطعان البيض او انتاج قطعان اللح او الانتاج عموما اللي هي مرحلة لعملية التحديم اذا تمت عملية التحديم بكفاءة تمام كما واتبعت كل التعليمات اللي هنقولها مع بعضنا اكيد هتنجح نجاح باهر وحيكون عندك سرعة في النموة بالنسبة للقطعان اللي انت بتربيها وحيكون عندك انتاج غزير من البيض اذا كنت بتربي بغرض انتاج البيض احنا عارفين كلنا ان احنا اما ان التربية تكون بغرض انتاج اللح او تكون بغرض انتاج البيض وحدتنا اللي احنا بتتكلم فيها هي الغرض منها تربية قطعان انتاج البيض لذلك هترك شوية كل كلامنا على قطعان انتاج البيض اذا ا Shaun مرحلة التحديم طب بتحتاج معانا اي يا نستق؟ تحتاج معانا درجة حرارة لا بد ان تصبت ولازم نعرفك معدلات الحرارة المطلوبة منذ اليوم الاول الى انتهاء فترة التحديم بالاضافة الى رطوبة لازم يكون عندك نسبة رطوبة في العنبر ده مش رطوبة في العنبر بس ده رطوبة في العنبر ورطوبة في الفرشة بتاعت العنبر كويس اوي بعد كده لازم نتعرف على ايه هي ازاي يتم التهوية في داخل العنبر لازم مهمة طب هل التهوية يا مستر مهمة مهمة جدا طيب بعد كده هنتعرف على برامج الاضاءة وحنعرف ان الاضاءة لا تأثير كبير جدا على معدلات انتاج البيت لازم حضرتك يكون عندك عدد ساعات اضاءة معينة زي ما حنشوف على مدار الوحدة دي لازم تعرف ما هي عدد الساعات المناسبة في عمر كذا يكون عدد ساعات اضاءة كذا وفي عمر كذا يكون عدد ساعات اضاءة كذا فالكلام ده كله هو اللي بنقول عليه احتياجات بالاضافة الى عمليات السقية عمليات الفرشة تمام اللي مهمة جدا بالنسبة للطاق بالاضافة الى عمليات التغذية يبقى ايه هي الاحتياجات البيئية اللي حضرتك بتوفرها خلال فترة الحضانة احتياجات بيئية كالاتي حرارة رطوبة تهوية بعد كده عندنا طبعا بالنسبة لنا التغذية بالنسبة لنا الفرشة عمليات السكية التي تتم كل دي اللي بتتم اثناء فترة مش فترة الحضانة بس يا مستر لا ده فترة الحضانة وفترة الرعاية وفترة انتاج قلبية وكل فترة من هذه الفترات بيكون لها معدلتها وكل فترة من هذه الفترات بيكون لها احتياجات يعني ممكن الحرارة يا مستر تختلف في فترات التحضين في الثلاث أيام الأولى عن الثانية أه طبعا تمام وحنعرف الكلام ده مع بعض طب ممكن التخزية تختلف آه طب ممكن الإضاءة تختلف آه ممكن في الأول نعوذ برامج إضاءة معينة بعد كده تختلف تقل أو تزيد تبقى لطبعا معدلات الإنتاج بالنسبة لنا وتبقى للأنواع المختلفة اللي حضرتك بتربيها نكمل مع بعض كده طيب تالت مخرج من المخرجات وهو ينفذ العمليات اليومية والدورية خلال مرحلة الإنتاج عمليات دورية وعمليات يومية ايه اللي حضرتك بتجريه أثناء الكلام ده هنعرفه كله مع بعض أثناء مرحلة الإنتاج ثم بعد ذلك رابع مخرج من مخرجات التعلم يعد البيض أو يعد البيض الناتج للتصوير لازم حضرتك إزاي تعد وتجهز البيض الناتج لإجراء عملية التصوير يعني بنجهز البيض بقى يكون شكله نضيف يكون منظم حطه في كاراتين نرسه إزاي نعمل الكلام ده إزاي بحيث إنه هو يكون جاهز لإجراء عملية التصوير طيب تعالى كده مع بعض نشوفه النقطة الولى اللي حنتكلم فيها اللي هي المخرج الأول وده عنواننا النهاردة يهيئ المسكن لاستقبال كتاكيت البيض تعالى نعرف مع بعض يعنيه يهيئ المسكن لاستقبال كتاكيت البيض بنقول يعد البيض من أهم مصادر البروتينات حيث أنه يحتوي على سجل حضرتك إيه الحاجات المهمة فيه اللي بتلاقيه في البيض اللي بتخليه منتج مهم جدا بالنسبة لنا ولا يستطيع الشعب الاستغناء عنه ولا أي حد تقريبا كل العالم بيتناول البيض نظرا لما يتمتع به من ارتفاع قيمة غذائية واحتواءه على معظم العناصر الغذائية الضرورية تمام للحياة طيب فيعد البيض من أهم مصادر البروتينات حيث أنه يحتوي على البروتين والكلسم وكثير من الأحماض الأمينية الضرورية والأحماض الدهنية وطبعا مصدر هام للحديد والفسفور والعناصر المعدنية الهمة أو النادرة وقد كانت مصر بص بقى معاين الأول مصر كانت بتصدر البيض ده بكميات كبيرة جدا بس الكلام ده إمتى قبل الحرب العالمية الأولى كانت بتصدر البيض بكميات كبيرة لكن نظرا لارتفاع السكان والازدحام السكاني وطبعا وجود أعداد كبيرة جدا من السكان قل معدل إنتاج البيض بالنسبة للشعب مش قل بقى ولكن بقى إنتاج البيض بقى غير كافي للاعداد الكبيرة أو الزيادة السكانية الكبيرة جدا اللي حدست لكن إحنا كنا من الدول الرواد قبل الحرب العالمية الأولى في عملية تصدير البيض طب خلال الفترة الأخيرة دي أصبح نصيب الفرد من إنتاج البيض حوالي مئة بيضة سنوية بينما إذا قورن بالولايات المتحدة الأمريكية هللاقي أن نصيب الفرد من إنتاج البيض حوالي ربعمائة بيضة سنوية يعني نصيب الفرد الواحد في الولايات المتحدة تمام حوالي ربعمائة بيضة سنوية بينما في مصر حاليا حوالي مئة بيضة سنوية فالبيض ده مهم جدا بالنسبة لنا مهم جدا أن احنا نربي القطعان بغرض إنتاج البيض زي ما قلت لك لارتفاع قيمته الغذائية واحتواءه على كمية من الأحماض الأمينية والدونية ارتفاع طبعا نسبة الحديد فيه ارتفاع نسبة الفسفور والأهم من الكلام ده هو نسبة الكلسام زي ما كلكم وبينصح كتير جدا من الأطباء إن احنا نغذي طبعا الأطفال حتى بالنسبة لنا على إيه على البيض نظرا لارتفاع قيمته الغذائية زي ما قلت لك وتعدد مزايات نكمل بعد كده تمام فيما يتعلق بأنواع دجاج إنتاج البيض كلام ده مهم جدا بقى يا شباب لازم نكون عارف أنواع دجاج إنتاج البيض السلالات التجارية أنا عندي سلالات تجارية لدجاج إنتاج البيض زي ما قلت لحضرتك أو حضرتك في بداية الحلقة أنا عندي سلالات إنتاج البيض ذات القشرة البيضاء سلالات إنتاج البيض ذات القشرة البيضاء ودي يتفيع مجموعة من العوامل هتقول لي يعني يا مستر ما أنا بنقول لحضرتك انت في السوق بتلاقي بين زاتة كشرة حمراء زاتة كشرة بنية او احيانا بنقول عليك كشرة حمراء وزاتة كشرة بيضاء لكن طبعا المتبع والعلم التعنا زاتة الكشرة البيضاء وزاتة الكشرة البنية مهم جدا في بعض الناس ترغب زاتة الكشرة البيضاء والبعض الاخر يرغب زاتة الكشرة البنية طب قلنا بعض الامثلة كده مستر ليه السلالات دجاج انتاج البيت زاتة الكشرة البيضاء عندنا حاجة السلالة الاولى اسمها LSL السلالة التانية السلالة التالتة ودي المهمة وأشهر السلالات بقى اللي جاي سلالة اسماء الشيفر الأبيض وسلالة اسماء الهاي ساكس وسلالة اسماء اللوهمن الأبيض وسلالة اسماء الهاي لاين الأبيض يبقى كم سلالة كده عدة سلالات تمام حوالي 6 سلالات من سلالات دجاج انتاج البيض ذات القشرة البيضاء برافو عليك وبرافو عليك يبقى ذات القشرة البيضاء تعالى نقول مع بعضين الـ L-S-L الـ I-S-A الشفر الابيض الـ High Lion الابيض بعد كده عندنا الـ High Saks بالإضافة إلى طبعاً اللهمن الابيض دي السلالات المتخصصة في إنتاج البيت ذات القشرة البيضاء طب نيجي ننقل بقى على سلالات دجاج إنتاج البيت ذات القشرة البنية عبارة عن إيه بقى سلالات دجاج إنتاج البيت ذات القشرة البنية اللي قلتلك فيه ناس بترغب ذات القشرة البيضاء وناس أخرى بترغب ذات القشرة البنية ذات القشرة البنية الشفر الأسود الشفر أيه؟ الأسود يا مستر دا اسمه شفر ودا اسمه شفر بس في السلالات ذات القشرة البيضاء الشفر الأبيض في السلالات ذات القشرة البنية الشفر الأسود كويس قوي تيب الـ High Lion Brown oka High Lion Brown كلمة براون يعني بني كلكم تعلنوا الكلام ده فطبعاً ترجمتها الحرفية High Lion البني اللي هو الـ High Lion Brown ثم بعد ذلك اللوهمن براون لاحظ الفرق ما بين الاتنين في الاولاني السلالات ذات القشرة البيضاء كان جانبيها لفظ بيضاء في السلالات ذات القشرة البنية جانبيها لفظ كلمة براون للتمييز ما بين انواع السلالات يبا السلالات ذات القشرة البنية عبارة عن ايه زي ما قلت لحضرتك الهاي لايم براون تمام بالاضافة للشفر الاسوأ بالاضافة للوهمن براون بالاضافة الى الايزا براون يبا هذه السلالات المتخصصة في إنتاج البيت ذات القشرة البنية يبا لما يجي لك كده في دليل تساؤل تمام ويسألك ويقول لك من السلالات المتخصصة في أو من السلالات التجارية المتخصصة في إنتاج البيت ذات القشرة البيضاء نقط ونقط ونقط حضرتك ترد وتقول له إيه هتقول له عندنا ال-ISL أو ال-ISA أو الشيفر الأبيض أو طبعا عندنا ال-High Line الأبيض أو ال-High Saks أو اللهمن الأبيض طب لو سألتك سؤال تاني وقلتلك من السلالات المتخصصة في إنتاج البيض ذات القشرة البنية اديني بعض الأمثلة هتقول له حضرتك اللوهمن براون هتقول له الإيزة براون هتقول له الهاي لاين براون إحدى هذه السلالات أو على رأسهم الشفر الأسود يبقى كده اعتقد عرفنا مع بعضينا ما هي أنواع سلالات دجاج إنتاج البيض ذات القشرة البيضاء وذات القشرة البنية موضوع سهل وبسيط ما فيوش أي حاجة واللي فيها نقطة تساؤل أنا انشاء الله بإذن الله هنقول لك تساؤله عمل إزاي بس مهم جدا أي طالب قعد قدامنا وسمع الحلقة دي لازم يطلع على الأقل يعني إيه ما هي سلالات دجاج إنتاج البيض ذات القشرة البيضاء أو سلالات دجاج إنتاج البيض ذات القشرة البنية نكمل مع بعض بنقول تعالى بقى أنا عايز دلوقتي هنبدأ عملية التحديد زي ما احنا قلنا وانا عندي نوع من أنواع الفرشة إيه اللي هنعمله بقى في الفرشة أو هي عبارة عن إيه الفرشة دي هي بيقول لي تعتبر من أهم مكملات التربية تعتبر من أهم مكملات التربية بصي لي بقى نقول لك القصة كلها كده بتاعت الفرشة دي عشان ننفض منها مرة واحدة ونبين لحضرتك قيمة وأهمية الفرشة هل يطرى ده أنت حضرتك بتقول لي تعتبر من أهم العمليات التربية بالنسبة لنا الفرشة معقولة يا مستر طب الفرشة دي تعبارة عن إيه يا إما التبن الأبيض يا إما التبن الأحمر يا إما نشارة الخشة بتتحطي بمستويات معينة تمام بتتحطي بعلى ارتفاع طبعا في الشتاء تفتكر أعلى ولا في الصيف أعلى طبعا في الشتاء أعلى عشان الرطوبة يا مستر كويس قوي تصل من 8 إلى 10 سنتي ده في فصل الشتاء في الصيف ممكن من 3 إلى 5 سنتي ما فيش مشكلة خالص كويس قوي طب نوعية الفرشة تفرق آه طبعا لو حضرتك استخدمت فرشة تمام جفة شديدة الجفاف ده ينفع هتقول لي من عز زي فرشة جفة يا مستر نقول لك لا شديدة الجفاف دي مشكلة بالنسبة ليه الطائر تمام طبعا فرشة خشنة بتعمل على تجريح بالنسبة للطائر طب لو كانت فرشة نعمة شديدة النعومة برضو هذه الفرشة غير مرغوب أو فرشة مش بنقوله بقى النعمة دي هتخالص طبعا لما الطائر بيتحرك في داخل العنبق هتتصاعد لو هي فرشة خفيفة نعمة هتتصاعد طبعا الغبار بتاعها الغبار ده هيطلع على الجهاز التنفسي بتاع الطائر ويأثر عليه ويعمله التهابات في الجهاز التنفسي وطبعا ده موضوع مرفوض تماما اذا بالنسبة لانواع الفرشة المتبعة يا اما تكون حضرتك من التبن الابيض يا اما من التبن الاحمر يا اما من نشارة الخشب في الصيف تمام يكون اه طبعا اقل نظرا لان الحرارة عالية لكن في فصل الشتاء لازم تعلي الفرشة وزي ما هنعرف دلوقتي طب النقطة التانية بعد كده انا عندي لازم الفرشة لابد ان تكون متوسطة الرطوبة يعني لا هي جفة ولا هي راطبة جدا ولا شديدة الايه الرطوبة بمعنى حضرتك عندي حاجة ما يطلق عليها المرشد العملي للفرشة يعني هتختبر بقى فادية مع المستر وحيقيمك فيها فعايزك تبصلي كويس جدا في الاداء اللي هنعمله فيما يتعلق بيئة الفرشة في عملية التقييم حضرتك انا هيجي المستر يقولك شوف لي الفرشة ديت راطبة ولا شديدة الرطوبة ولا غير راطبة ازاي تتعرف على الكلام ده بايدك كده هتاخد مجموعة من الفرشة هتحطها في قبضة ايدك كده وحتجي تفرد ايدك تمام هنفرد ايدك الجزء المتكور في داخل اليد طبعا بعد ما انت مسكت الفرشة وضغطت عليها كده هتلاقي جزء متكور في داخل الفرشة اذا فضل هذا الجزء متكور لفترة طويلة تمام هذه الفرشة شديدة الرطوبة وغير مستحبة غير مرغوبة خلاص تمام يا مستر طب النقطة التانية مسكت برضو نفس القبضة بايدي وضغطت عليها وجيت فتحت ايدي لقيت كمية طبعا الجزء المتكور جوه فك تمام بسهولة شديدة وتناصر من ايدي يبه هذه الفرشة طبعا شديدة الجفاف وايضا غير مرغوبة يعني يا مستر لا شديدة الرطوبة مرغوبة ولا شديدة الجفاف مرغوبة طبعا يا حبيبي كل حاجة لها معدلات طيب برضو بنفس الوضع لو انا ماسك الفرشة كده بقبضة ايدي الجزء المتكور داخل اليد اذا لقيته وانا بنفك ايدي كده بيبدأ يفك لحظيا بعد دقيقة هو ده المطلوب بالنسبالي وقف عند كده يا مستر اذا الفرشة هنا هتكون الفرشة متوسطة الرطوبة اللي هي مفروض لا تزيد نسبتها عن 35% يبه لما ييجي المستر يقيمك في الفصل ويسألك ويقولك انا عايزك تعملي المرشد ايه هو المرشد العملي للفرشة هتقول له حضرتك بنمسك الفرشة دي بقبضة اليد اذا فكت ايدي بعد مجرد ما تفك ايدك اذا تناصرت كلها هذه الفرشة شديدة الجفاف وغير مرغوبة طيب اذا لقيت الجزء المتكور تمام فضل متكور لفطلة ورمي وفك اذا هذا الجزء يعتبر شديدة الرطوبة الفرشة هنا شديدة الرطوبة وايضا غير مرغوبة اما لو انا مسك قبضة القبضة في ايدي كده وبنفك الجزء المتكور في ايدي لقيته بدأ يفك بعد دقايق لحظات او بعد دقيقة بالتحديد لا كده هو ده المطلوب بالنسبة لنا والرطوبة المناسبة للفرشة هتكون حوالي 35% ويجب ألا تزيد عن هذا المعدة اظن كده انا قلتلك النقطة المهمة جدا اليه بتقابلنا رجاء انت تجرب الكلام ده لنفسك وانت نازل بالمدرسة كده في العنبر اعمل الموضوع ده وشوفه بالنسبة لك صدقني كده مش هتنسى وحتعرف ان الفرشة مهمة جدا تمام؟ ليه؟ طول ما الفرشة تمام؟ متوسطة الرطوبة ما فيش اي مجال لنمو الفيروسات والميكروبات في داخل الدنيا لكن حضرتك الفرشة مبتلة لذلك ينصح الجزء المبتلة على طول بتشيله حضرتك اول باول ما تخليش ابدا فرشة مبتلة في داخل العنبة طب يا مستر نغير الفرشة كلها؟ لا تاخد الجزء المبتلة بس وتحط مكانه جزء ناشف على طول باستمرار عينك يكون على هذه العملية اثناء عمليات التربية كويس اول تعالى كده مع بعضين يب احنا قلنا طبعا تعتبر الفرشة من اهم مكملات التربية طيب فهي تحمي الطائر من الكثير من العوامل مثل الرطوبة والسقيع والامراض زي ما قلتلك لذلك يجب ان تتصف بالقاتل جفة تمام خالية من الرطوبة او العفن وليست شديدة الجفاء مثل التبن الابيض زي ما قلتلكم مثل التبن الاحمر نشارة الخشة متوسطة الخشونة متوسطة الخشونة يعني مش خشنة جامد كويس اول يجب ان لا يزيد نسبة الرطوبة في الفرشة عن 35% طوال مراحل التربية زي ما قلتلكم طيب عندي حاجة اسمها تجميع الغازات الضرة في الفرشة تتجمع الغازات الضرة في العنبر وذلك بسبب سوء التهوية حضرتك لو ما عندناش تهوية جيدة هيعمل ايه هتبص تلاقيب الغازات دي تتجمع وتعمل رائحة عالية جدا الرائحة دي تنتيجة لوجود غاز النشادر او وجود غاز فوق اكسيد الكربون او ثاني اكسيد الكربون زي ما بنقول مهم جدا الكلام ده تماما جماعة معاني خلينا في المعروف بالنسبة لنا وهو غاز النشادر حضرتك بتحافظ على وجود التهوية في داخل العنبة نعرف ازاي يا مستر دخلت العنبة لقيت ريحة تمام نشادر عالية لا كده عندك ان التهوية سيئة للغاية والتهوية غير جيدة ويجب العمل على طبعا اعداد تهوية جيدة في داخل العنبر عن طريق فتح الشبابيك تمام او فتح العنبر وتهوية العنبر تهوية جيدة بما يتناسب مع عدد الكاتاكيت الموجودة في العنبة انت ممكن تكون عامل معدل تهوية معدل لكن عدد الكاتاكيت في داخل العنبر كبير المراضي يبقى يحتاج تهوية ايه اكتر يا شباب طب مساحة العنبر لو العنبر ديق وانت حطت فيه عدد كبير برضو يحتاج تهوية ايه اكبر فعشان كده بنقول انا بالنسبة لي في عمليات التجميم تتجمع الغازات الضرة في العنبة وذلك بسبب سوء التهوية والتكدس وكسافة التسكين العالية وزيادة رطوبة الفرشة وذلك يؤدي الى اهوة زيادة غاز الامونيا الناتج من تحلل الزرق والغازات الضرة الناتجة من التنفس ورطوبة الفرشة مما يؤدي الى حدوث مشاكل تنفسية والتهبات بالعين مما يؤثر على ارتفاع نسبة النفوك يعني نسبة النفوكة مستة نسبة الوفيات الطائر كده حصل عنده التهبات حصل عنده الجاز التنفسي باص عينيه التهبت الكلام ده كله هيأثر على الطائر ولا ما يؤثرش يؤثر مية في المية ويؤثر كمان على معدلات النمو تنخفض تمام بالاضافة الى معدلات النفوك وكلمة نفوك يعني موت بتزداد معدلات النفوك فعشان كده عرفنا بقى ان الفرشة مهمة ولا مش مهمة مهمة جدا طب الفرشة بس لا الفرشة ومعها عمليات الايه التهوية يبا لازم حضرتك تراعي الفرشة ولازم تراعي عمليات الايه التهوية بعد كده تصبيت درجات الحرارة والإضاءة والتغذية والمعالف طبعا بعدات كافية والمساقي بعدات كافية كل الاحتياجات ديت اللي بيعوزها الطائر أثناء مراحل طبعا التحضين وأثناء مرحلة الرعاية وأثناء مرحلة الإنتاج يعني تقريبا بيعوز الكلام ده في معظم مراحل الإنتاج كويس أول نكمل بعد كده المرشد العملي للرطوبة اللي أنا شرحته لحضرتك شرح مستفيد نقرأه بس بها بسرعة يستدل على رطوبة الفرشة عن طريق الضغط عليها باليد ففي حالة التحام وتكور وتماسك الجزء داخل اليد بعد انفراج اليد فهذا دليل على ارتفاع الرطوبة تمام يا مستر عرفنا طب وفي حالة تفتت الجزء المتكور بعد انفراج اليد مباشرة ركز على كلمة مباشرة يعني على طو تناصر من إيدك ومجرد ما فكت إيديه فهذا دليل على جفاف الفرشة لغاية دلوقتي لده مطلوب ولا ده مطلوب طب النقطة التالتة في حالة تفتت الجزء المتكور بعد فترة قليلة زي ما قلت لحضرتك وقلت لحضرتك من انفراج اليد فهذا دليل على جودة رطوبة الفرشة تمام يا شباب النقطة دي مهمة جدا المرشد العلمي او العملي لرطوبة الفرشة لما نسألك في ده مهمة قوي طب عارف المرشد ده عبارة عن ايه المرشد العملي او العلمي ليه الفرشة هو عبارة عن التلتة نقطة الرئيسية دي لو قلتها للمستر حتكتاز التقييم بتاعك بنجاح وحيكون مبسوط منه بس قبل ما تعمل الكلام ده طبعا انت بتتدرب في داخل عنابر الدواجين في داخل المدرسة كل مدرسة في العنابر متاحة حضرتك جرب الكلام ده خش على العنبر كده بايدك وشوف الاداء هيكون معاك هيظهر معاك التلتة حالات اللي انا قلتهم دولت ولا لا واكيد لما يظهروا معاك انت هتكون مبسوط ان انت عرفت تميز ما بين نوع الفرشة المناسب لأطال وزي ما قلنا انواع الفرشة اما من التبن يا اما طبعا التبن الابيض او التبن الاحمر او نشارة الخشب اللي هي طبعا متوسطة الخشونة لا هي خشنة جامد ولا هي نعمة جامد تمام او نكمل بعد كده استقبال وتحصين كتاكيت الدجاج البياض عايز بقى نستقبل انا بقى دفع الدجاج بياض خلاص عايز نجهز الحضانة بيقول لي تعريف حضانة الكتاكيت قلت لك عليه برضو في بداية الحلقة نمر عليه سريعا حضانة الكتاكيت هي الفترة التي تلي خروج الكتاكيت من البيت وتستمر حتى بلوغ الكتاكيت ثمانية اسابيع يبها هي الفترة التي تلي خروج الكتكوت من البيضة الى وصلها الى 8 اسابيع يبها دي فترة الاية الطحضين او حضانة الكتاكيت يبها الحضانة من عمر يوم لعمر 8 اسابيع فيه قطعان انتاج البيض تاني الحضانة من عمر يوم الى عمر ايه 8 اسابيع يبها لما يقول لك عرف فترة الحضانة مش عايز حفظ انا عايزك تفهم معايا هي الفترة منذ خروج الكاتكوت او فاقس الكاتكوت من البيضة الى وصوله لعمر كم اسبوع 8 اسابين وفي هذه الفترة تحتاج مجموعة من العمليات حرارة رطوبة تهوية فرشة معالف مسائي كل هذه اضاءة اللي هي مهمة جدا جدا البرنامج الاضائي بالنسبة لي الطال نكمل بعد كده بيقول لي طبعا اعداد المبنى لاستقبال الكاتكيد اعداد المبنى لاستقبال الكاتكيد يعني يا مستر الكلام ده حضرتك ازاي بقى تجهز هذا المبنى لاستقبال دفعة كاتكيد انا هنجيب دفعة كاتكيد عندي دلوقتي نجهز العنبر ازاي بيقول لي انا عندي حالتين يا اما حضانات ارضية يا اما تربية فيه بطاريات او فيه اقفاص طب لو انا هنربي يا مستر في حالة الحضانات الارضية لازم بقى تزال الاتربة خلي بالك هتلاقي عندك معيار من ضمن المعايير فيه هذه الخطوات مهمة جدا تكون عارفة لو انت بدلت خطوة ما كان خطوة التقييم بتاعك هيبه غير جديل هتطلع غير جديل يعني مش هتنجح في هذه المهارة في اداة هذه المهارة فلازم الخطوات دي تعرفها بالترتيب مهم جدا بالترتيب خطوات بالنسبة لنا في المعايير اللي انا هندرسها وهي دي الجدرات جماعة كان الاول انا ممكن تسألني سؤال وانا نجاوب نقول كلمة من هنا على كلمة من هنا لا هنا لازم تبضاقين ادام قلت خطوات يبه الخطوة الاولى تمام تسبك تسبك الرابعة فما ينفعش الجبل بخطوة الرابعة تحطها مكان الاولى والاولى مكان الرابعة صح ولا لا تمام طب تعال نشوفه اول نقطة هنعملها ايه تزال الاتربة من الشبابيك والحوائط وتنظف لمبات الاضاءة يبه اول نقطة حضرتك من الاخر كده ببساطة هنعمل اعملية ازالة للاتربة من الشبابيك والحوائط هننفضها يعني كويس اول كذلك لمبات الاضاءة برضو تنفضها وتشيل كل اتربة عليه نمرة اثنين تزال الفرشة المتبقية من دفعات سابقة اي فرشة موجودة عندك قبل كده حتشيلها طب انشيلها ايه نقطة ده فين يا مستر بتنباع وتنباع من الميت وبتدخل دخل كويس جدا برضو للمربي كويس اوي يبه تاني نقطة تزال الفرشة المتبقية من دفعات سابقة طب نمرة تلاتة يا مستر تزال ايك بقايا ملتصقة بالارضية ما انت الاول كده شيلت كده بالجواريف تمام كل الكيميات الموجودة هتجي بعد ما تشيل بالجروف هتلاقي حاجات ملتصقة بيه الارض لازم نشيلها بس عن طريق فرشة او سكين تمام خاص يزيل بيه الارضية كويس اوي انا عندي كده كم خطوة شباب مع بعض نقول عندي لغاية دلوقتي كده تلات خطوات الاولى تزال الاتربة من الشبابيك والحوائط واللمبات كويس نمرة اثنين تزال الفرشة المتبقية من دفعات سابقة نمرة تلاتة تزال اي بقايا ملتصقة بالارضية بواسطة سكين خاص او فرشة اربعة تغسل الارضية بماء مضاف اليه مطهر مناسب تمام يعني ايه مطهر مناسب الفنيك الليزول ودولة المطهرات اللي هي المستخدمة بصفة مستمرة حضرتك بقى تروح جايب الارضية تمام كده بالخراطين بتاعة المياه او الرشاشات بتاعتها بس لازم تضيف مطهر تمام عشان تنظف العنبر تنظيف جايب يبقى كده حضرتك عملت عملية ايه عملت عملية طبعا استقبال للايه لدفعة الكاتيكتر عملت عملية تطهير للايه للعنبر قول لي الخطوات كده تاني بداية نقولنا الخطوة الاولى ازالة مين يا شباب ازالة الاتربة تمام الموجودة على الحوائط والجدران والشبابيك واللمبار طب نمرة اتنين ازالة رواصب الدفعة السابقة طب نمرة تلاتة ازالة المتبقي او الاجزاء اللي هي المسكة في الارض تمام كده بواسطة فرشاء او سكين حاد النقطة اللي بعد كده حنرش بقى العنبر بي احدى المطاهرات تمام الماء طبعا بخرطيم الماء بس مضاف على احدى المطاهرات زي ايه المطاهرات دي يا تمستا زي الفنيك او الليزول تمام كده يا شباب اعتقد كده بناخد الخطوات كده مع بعض واحدة واحدة واعتقد الدنيا ماشية لان كلام بسيط وكلام سهل جدا انا بنقول لك الكلام ده عشان لو انت حبيت تربي قطعان بغرض انتاج البيض او تربي قطعان بغرض انتاج الله طب بعرف ايه لي احتياجات وطب اكتسبت خبرات من مدرسة الزراعة انت منتج داخل المدرسة وده هدف التعليم الفني الجديد القائم على منظومة الجدرات وزي ما قلت لحضرتك اعداد طائب اعداد طالب قادر على مواجهة سوق العمل يعني مواجهة سوق العمل يعني يقدر يعمل مشروع مش مجرد ان انا نديك معلومة بس مصمتك هتقول اول معلومة نظرية اكاديمية انا عايز دلوقتي لا معلومة معايا نظرية معلومة اكاديمية ونطبق هذه المعلومة في الحياة الايه العملية مش هتلاقي مجال احسن من مدرسة الزراعة انك تطبق فيه وتمارس في المهارات العملية بنفسك يعني بالبلد على مدار ثلاث سنين بتتعلم كل المهارات تمام على حساب الدولة على حساب المدرسة ايه المانا بعد ما نطلع بقى نخلص نعمل مشروع ونفاه ما يباش عندي حق لتجارب ومعدلات الخسار بالنسبة لك اعتقد حتكون معدومة مش حتكون موجودة واللي حيزيد معاك ارباحك تمام فالمواضع دي على فكرة انا دايما نتكلم في المشاريع التجارية لان مادة الدواجن من المواد اللي تعتبر في التعليم الفني كله مميزة في هذا التعليم انك تستطيع انك تمارسة لان زي ما قلتلك ان طبعا دورة رأس المال بتاعتها سريعة ما بتحتاجش رأس مال كبير الخبرات بتاعتها بتوبة بسيطة خالص مجرد ما تعلمت بضبعة بعد كده بتمشي فمهامش الربح بتاعها يعتبر كبير حضرتك بتتعامل مع منتجات غذائية سواء كطعان انتاج بيد او انتاج له مطلوبة ومرغوبة لجميع المستهلكين في الدولة كل الناس عندها طبعا شغف بالتخذية على اللحوم البيضاء اللي هي لحوم الدجاج او التخذية على هاتلي اسرة كده ما بتاكلش بيد هاتلي اسرة كده ما بتاكلش دجاج فالموضع دي موضع مهمة جدا عشان كده انا بنركز فيها ونفسي نعلمك ونفسي نطلعك طالب قادر على مواجهة سوء العمل وان انت ممكن اثناء الدراسة كمان تنفذ مشروع بسيط تمام واحنا نساعدوك فيه ونكونوا معاك فيه وصدقني مش هتلاقي وسط احسن من ده انك تلاقي لان دلوقتي المعلومة بات موثقة على القناة يعني حضرتك تجي تدخل على اليوتيوب تجيب الحلقة حتسترجع معلوماتك كلها وحتلاقي الدنيا كويسة اون واذا اي حاجة وقفت معاك حضرتك بتبعت السؤال حتلاقي الاجابة على هذه الاسئلة كلها ومعليش انا بنخرج معاك خارج نطاق الموضوع لكن هو خارج نطاق الموضوع وداخل نطاق موضوعاتنا اللي هي منظومة الجدرات القائمة على عمل الطالب واداء الطالب للمهارة العملية ومعرفة كل شيء مش مجرد معرفة علمية ولكن تطبيق هذه المعارف تمام نكمل بعد كده مع النقطة اللي جاية في حالة التحديم بقى في بطريات يا طرى في حالة التحديم في بطريات في فرشة لا يا مستر كده مفيش فرشة لان انا عندي بطرية طبعا من السلك او اكفاص طب هنعمل في ايه البطريات دي بيبقى فاق جنزير كبير اللي بيمشي عليه طبعا العليقة لا حضرتك هتعمل ايه نمرة واحد يتم فك جنزير التغذية الاوتوماتيكية لغسله وتطهيره يبقى تفك الجنزير الاول وتعمله عملية غسيل وعملية ايه تطهير النقطة اللي بعد كده يتم تنظيف البطريات السلكية تنظيفا جيدا مش تقولي بقى الدفعة السابقة محتوطة نورحانة جاية على طول حطط على الدفعة الجديدة لا طبعا لازم تتغسل وتتطهر كويس يبقى اول نقطة بتفك الجنزير بتاع التغذية تمام اللي هو بتاع المعالف الاوتوماتيكية وحضرتك تغسله غسل كويس والطهاره نمرة ايه يتم تنظيف البطارية السلكية تنظيف جاف جاف في الاول تحكها تشيلها يجيد كل اللي هاليه طب نمرة تلات تخسل جيدا بالماء المضاف اليه صابون سايل صابون ايه سايل هتجيب شوية مياه كده على شوية صابون سايل وعن طريق فرشة خجنة وتقعد تحك في اللي ايه في البطارية او فيه الاسلاك بتاعت اللي ايه البطارية يبالغاية دلوقتي كم نقطة تلاتة نقطة الاولى يتم فك الجنزير تمام وغسله جيدا طب نمرة ايه يتم تنظيف البطاريات الاول السلكية تنظيف ايه جاف تحكها وتنظفها بعد كده يتم غسيل ما تكسلش عن اي بند من البنود دي يتم الغسيل بالماء المضاف اليه طبعا صابون ايه سايل وعن طريق استخدام فرشة تحك البطاريات كويس اوي طب نمرة اربعة يتم الغسيل بماء ابيض ماء ابيض يعني ماء بس يعني مش مضاف عليه اي حاجة طب بعد كده يتم الغسيل باستخدام مطاهر تجيب حضرتك مطاهرات زي ما قلت لك ليزول او فينيك او فرمالين او غيره ويتم الغسيل به طب بعد كده يتم الغسيل تاني بعد ما نخسل بالفنيك يا مستر نخسل بالماء الابيك اه تمام ثم بعد ذلك يتم تركيب جنزير التخزية الاوتوماتيك نركبه بقى ما نغسلته ثم بعد ذلك يتم تبخير العنبر باحدى المطاهرات القوية زي الفرمالين تمام تعمل له عملية تبخير للعنبر كله عملت الحاجات دي حضرتك ماشي في طريق منتظم 100% وماشي في طريق نجاح المشروع ماشي يا شباب كده يبقى تاني في حالة التحديم فيه بطاريات يتم فك جنزير التخزية الاوتوماتيك يتم تنظيف البطاريات السلكية تنظيف جاف يتم غسيل بالماء المضاف إليه بالصابون يتم الغسيل بماء أبيض يتم الغسيل باستخدام مطاهر ثم يتم الغسيل بماء أبيض تاني ثم يتم تركيب جنزير التخزية الاوتوماتيك ثم يتم تبخير العنبر باحدى المطاهرات القوية تمام قوي نكمل بعد كده تجهيز مبنى التحديم المبنى بقى برضو احنا اتفقنا ان انا عندي ياما تحديم أرضي ياما تحديم في بطاريات هناخدو النقطة الاولى في حالة التحديم او في حالة التربية في بطاريات يتم وضع الفرشة للارضية فرشة الايه للارضية وتوزيع المساقي تمام والمعالف لاحظ ان هنا في التربية الارضية اقتنج بوجود الفرشة في البطاريات ما جب نسرت لايه الفرشة ليس لها اي حاجة تمام بعد كده بنقول تضبط درجات الحرارة التحديم وذلك قبل مهمة اول كلام ده 24 الى 48 ساعة من وصول الكتاكيت يعني حضرتك حتزبط درجة حرارة العنبر قبل ورود الكتاكيت ب24 الى 48 ساعة مش مجرد كده وخلاء يعني مش انا لسه جاب الكتكوت من برة تعال حطه في العنبر لا لازم العنبر يكون متزبطة درجة حرارته على الاقل من 24 الى 48 ساعة كويس اول يتم ملء برميل بالماء ووضوه بالعنبر بص قبل من 8 الى 10 ساعة معقولة مستر اه طبعا قبل ما تجيب الكتاكيت يكون فيه برميل للماء موجود في داخل العنبر قبل الكتاكيت ما تيجي على الاقل من 8 الى 10 ساعة طب ليه يا مستر عشان ياخد درجة عشان تدفى الماء تدفى لما يقوم الطائف يجي يشرب الماء دي ما تكونش الماء بردة فتنزل تأثر على الجهاز التنفسي وتعمله نازلة معوية وتأثر عليه يبا لازم الماء تكون دافئ شوف حاجات بسيطة جدا حاجات سهلة جدا لكنها في متناول الطالب او في متناول المربي ويستطيع طبعا تنفيذها بمطالبسات هي مجرد تعليمات يبا حضرتك قبل ورود الكتاكيت 24 الى 48 ساعة هتكون متزبطة درجة حرارة العنبر كويس اوي عشان كتكوت ييجي من بره على درجة الحرارة المناسبة بالنسبة له النقطة التانية برميل الماء موجود فيه داخل العنبر قبل ورود الكتاكيت من 8 الى ايه الى 10 ساعات على الاقل كده حضرتك تبا ماشي في الاتجاه المزبوط 100% تمام نكمل كلامنا بعد كده بنقول ايه يمكن استعمال اطباق البيت طبعا يعني اطباق البيت هتستغنائمها في التغزية طبعا الكتاكوت في عمره يوم بابا الكتاكوت عمره طبعا صغير وحجمه صغية ماينفعش بقى تيجي تحطوله انت غزاية عالية مش حيطول الغزاية فبالتالي مش هيحصل عملية تغزية وبالتالي حتأثر على معدلات النمو ولكتاكوت حيموت منا فاحنا بنستخدم ايه يتم استخدام اطباق البيت او اغطية يعني غطى كده من السنة دي غطى عادي خالص ما بيش مشكلة عاملت زي الوراء ولكن سميك شوية او يفضل اللي ايه طبعا اطباق البيت طبعا كل طبعا للبيت يكفي على قال بس الكلام ده خلالي كم يوم التلات ايام الاول يتم الكلام ده خلالي كم يوم يا شباب السلاسة ايام الاول طيب من حياتي كده كي طيب ولو حضرتك بعد كده يجب قال لي يزيد ارتفاع العليقة بالمعالف ارتفاع العليقة جو المعلفة ما يزيدش عن اتنين سنط من واحد ونص الى اتنين سنط يعني ايه مستق يعني بالبلد ما تملاش المعلفة خالص تخلي العليقة في داخل المعلبة لا يزيد ارتفاعها عن واحد ونص الى اتنين سنت طبعا اولا منعا لاهضار الطائر للعليقة الطائر وهو بيأكل عليقة بينحكش برجله فبالتالي حيهضر لك عليقة كتير جدا لكن لما تبه محطوط على ارتفاع من واحد ونص الى اتنين سنت في خلال التلات ايام الاولى لا حضرتك هتبه ماشي كويس وحتوفر من الهادر بتاع العليقة نقطة اللي بعد كده يراعى كفاية التهوية في المبنى ويحضر وجود طيارات هواء ايه الكلام ده يعني ايه يراعى يعني لازم التهوية تكون تهوية جيدة في داخل العنبة كويس اوي بس مع مراعاة ان التهوية تكون جيدة لكن ما تبهاش طيارات هوائية شديدة لو طيارات هوائية شديدة الطائر طبعا حيتدمر منك الجهاز التنفسي بتاعه اذا اه تهوية جيدة ولكن ليس هناك شد الطيار مفيش طيارات ايه هوائية النقطة دي مهمة جدا 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 بالنسبة للناس سلازم تاخد بالك منها اول نقطة اللي بعد كده يتم ضبط درجة الحرارة وركزلي عشان حجلك في دليل تساول بعد كده درجة الحرارة قبل وضع الكاتاكيت على درجة حرارة يقول لي 35 ولا 37 ولا 30 كام درجة 35 درجة مقوية يبقى انسب درجة حرارة ليه اجراء عملية التحديد بتكون كام 35 درجة مقوية طب يا مستر الرطوبة المناسبة قلت قبل كده حضرتك لسه من شوية 35% نسبة الرطوبة في الفرشة 35% طب عندي سؤال كمان مهم نقوله بالمرة طب يا ترى نسبة الرطوبة في داخل العنبر يا مستر تكون بص من 60 ل 70% دي نموزاجي هي طبعا هتلاقيك كاتب لك انا 70% لكن من 60 ل 70% دي نموزاجية يبقى نسبة الرطوبة في داخل العنبر ككل من 60 الى 70% طب نسبة رطوبة الفرشة 35% طب درجة الحرارة المناسبة عند بداية عملية التحديد 35 درجة مقوية ليه يا مستر 35 درجة مقوية كتكون بيطلع او بيفكس من البيضة سواء كان في التفريخ الطبيعي او التفريخ الصناعي على درجة حرارة 37.7 او 8 درجة مقوية فهو عايز طبعا مقتلع على هذه الحرارة مجرد ما يطلع من مكانة التفريخ او من تحت الام بعد الرقاد لازم حضرتك توفر له درجة حرارة تقل درجته لكن ما تقلش 4 درجات ما تقلش 5 درجات طب لو قلت اكتر من الدرجتين دولا برضو هيصاب الطائر تمام وحيصاب بامراض الجهاز التنفسي واحتعمل له مشكلة فاحنا تلافيا للكلام ده درجة الحرارة المناسبة 35 درجة مقوية رطوبة الفرشة 35% الرطوبة العامة في داخل العنبر هتكون من 60 الى 70% تمام كده نكمل بعد كده بيقول لي يجب ضبط الرطوبة النسبية بالعنبر بحيث تكون كام زي ما قلتلك 70% خلال الكام يوم بقى الخمسة ايام الاولى خلال الخمسة ايام الاولى خلي الرطوبة ايه 70% بعد كده من 60 الى 70% في داخل العنبر الرطوبة حتوبة تمام وحيبقى معدلها مصبوط 100% نكمل بعد كده مقاومات تحضين الكتاكية يعني ايه الكلام ده يعني الكتاكيت ديت ايه مقاوماتها مقاومات نجاح عملية التحضين يعني عملية التحضين ديت هتنجح اذا كان عندي بيقول لي طبعا عندي 3 حاجات اساسية ومعها بعض الحاجات كده المساعد هنشوفوا الحاجات الاساسية الضرورية بالاضافة ايه الحاجات المساعد التلات حاجات الاولى بيقول لي 3 ضروريات يعني يا مستر ضروريات يعني حاجات لا يمكن الاستغناء عن قدام قلتلك ضرورية يبقى لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال طي ايه هي التدفئة يا مستر لازم تدفئة لسه أقيل لك من شوية يخصص مساحة متر مربع لكل من 10 إلى 15 كتكون حتى عمري 8 أسابين يا تاني التدفئة هتتم لغاية كام يا شباب هتخصص انت مساحة متر مربع لكل من 10 إلى 15 كتكون من 10 إلى 15 كتكون الكلام ده لمدة كام أسبوع لمدة 8 أسابين لمدة كام 8 أسابين طيب على درجة حرارة هتدى بقى كام زي ما انا قلتلك 35 درجة مقوية نقطة اللي بعد كده عند استعمال الدفايات الكهربية على شكل شمسية عارف الدفاية الكهربية بتشوفها في العنبر هتلاقي موجودة عندك ايه يتم تخصيص لكل من 800 إلى 1000 كتكون دفاية لكل من 800 إلى 1000 وفي بعض الدفايات حجمها بيكون أصغر شوية من 400 إلى 500 كتكون حسن حجم الدفاية لو دفاية كهربية على شكل شمسية كبيرة ديت بيخصص لكل من 800 إلى 1000 طائر طبعا دفاية كبيرة طب إذا كانت الدفايات من الحجم الصغير اللي هي بتسع من 400 إلى 500 كتكوت راعي عندك عدد الكتكوت اللي موجود عندك طب إفرد يا مستر عندي 1000 كتكوت يبقى تحطولهم دفايتين تمام؟ إذا كانت الدفايتين دولت من الأعداد زي ما قلت لك دفاية صغيرة بتاخد من 400 إلى 500 كتكوت يبقى التدفئة مهمة ألا مش مهمة مهمة جدا طب أنا لو أخلت في أي باندي من هذه البنون تقع من الدفعة وما نقدرش نسيطر ومعدلات الخسائر ومعدلات النفو ومعدلات الإصابة بالأمراض تكون كتير جدا بالنسبة لنا طب نكمل بعد كده طبعا لازم نتم بقى وضع حواجز حول الكتكوت يعني إيه إنه قلالة كندية يعني بيقولي توضع حواجز تجميع الكتكوت على بعد حوالي 75 ل 90 سنط خارج حدود الدفاية عشان الطيور ما الجيش تتكوم كلها تحت الدفاية يبقى تعمل حاجز على بعد من 75 إلى 90 سنط كويس أول طيب وتبعد حوالي 20 سنط بعد 2 إلى 3 أيام يعني بعد يومين 3 أبعدها كمان 20 سنط كويس أول عندما يكون الجو دافئ الجو إيه دافئ طب لو الجو مش دافئ لا ما فيش مشكلة سابقة طيب يبدأ التحضين بدرجة حرارة 35 درجة مقوية زي ما اتفقنا مهم بقى اللي جاي وتنقص بمعدل 3 درجات كل أسبوع حتى تصل إلى 21 درجة في الإسبوع السادس ثم 18 درجة في الإسبوع السابع وتقاص الحرارة على ارتفاع من 7 إلى 8 سنط فوق الفرش لا تاني يا ميستر نقطة دي بقى مهمة قوي حضرتك قلنا يبدأ عمليات التحضين بدرجة حرارة 35 درجة مقوية ثم تبدأ وتقللها بمعدل كم درجة 3 درجات إلى أن تصل في الإسبوع السادس إلى 18 درجة طب والإسبوع السابع طبعا إلى ك إلى أن تصل في الإسبوع السادس إلى طبعا لغاية ما توصلها إلى 21 درجة في الإسبوع السادس وبعد كده تقللها تاني تمام إلى أن تصل إلى 18 في الإسبوع السابع يبقى تاني تبدأ بدرجة حرارة 35 درجة مقوية وتقل من معدل 3 درجات إلى أنتصر في الإسبوع السادس لـ 21 درجة وفي الإسبوع السابع إلى 18 درجة طب حضرتك لما تيجي تقيس الحرارة مهم جداً الكلام ده عايز تشتغل في مزرعة روحت الراجل قالك أنت بتشتغل قلت له آه شغال فما كنت في مدرسة الزراعة بيقول لك خد علق للترمومتر ده بيختبرك الترمومتر ده تعلقه ازاي؟ فيه ناس كتير جداً غشيمة ما تعلمتش هيروح يعلق الترمومتر كده فوق في العنبار ينفع؟ لا الترمومتر يتعلق مهمة جداً نقطة دي على ارتفاع من 7 إلى 8 سنطي فوق أرضية الفرشة فوق أرضية الفرشة وده كلام مهم أول تمام؟ نكمل مع بعض برضو المعالف عند استعمال أطباق البيت خلال الثلاثة أيام الأولى من عمر الكاتاكيت يخصص بقى أربع أطباق لكل ميت كاتكون عندك ميت كاتكون تحط لهم أربع أطباق من البيت أظن واضحة تماماً كويس قوي طبعاً ده استعمال معالف الكاتاكيت يخصص كاتكون لكل 2.5 إلى 3 سنطي يعني الكاتكون ليه من 2.5 إلى 3 سنطي من المعلفة وبتزيد بعد كده لما بيتقدم في العم إلى 5 سنطي تمام؟ يبقى تاني لو حضرتك هتستخدم المعالف هتستخدم المعالف بحيث أن مساحة الطائر من المعلفة دي ما يخص منها من 2.5 إلى 3 سنطي وبعد كده بتزيد إلى كم سنطي؟ إلى 5 سنطي تمام؟ الكلام ده إمتى؟ عند عمر إسبوعين وطبعاً يتم توزيع الكميات المخصصة من الغذاء على وجبتين 3 يعني ما تحطش الوجبة النهاردة الصبح وتقول لي كده خلاص لأ نخلي الوجبات تتحط على يومين 3 أو على فترتين تمام؟ ليه؟ عشان طبعاً تقليلاً لإهضار الكاتاكيت بالإضافة لأن العليقة دايماً تكون طازة وصبحة بالنسبة للطائر بتزود مدلات التخزية زي أنت كده قدامك لو أنت قدامك طبق بتاكل فيه وجيت أنت كلت منه وبعدين شبعت وبعدين جايب الليل تحطه هو هو الطبق هتاكل؟ لأ نفسك هتتسد فاحنا بنحاول نحط الوجبات للطائر على مدار مرتين إلى 3 مرات منه بنقلل الهادر من العليقة ومنه طبعاً بنساعد الطائر على أنه هو يتغذى على تخزية أو عليقة طازية نقطة اللي بعد كده بنقول يقدم للكاتاكيت عليقة بادئ تحتوي على كم في المية ودي مهمة جداً 20% بروتين إلى جانب احتواء على نسبة من الكلسم لازم يكون فيه كلسم وفي السوء لازم يكون يبقى العليقة هتغذى الكاتاكوت في الأعمار الأولى على عليقة بادئ سجل الكلام ده معايا على عليقة بادئ بنسبة 20% ويجب أن تحتوي هذه العليقة على الكلسم على نسبة عليها من الكلسم والفسوء تمام والأحماض الأمينية الضرورية اللي هي طبعاً بتساعد على عملية النمو في بدايات الفترات دي كويس قوي طيب بعد كده هتعمل ايه بالنسبة للمسائل يخصص عدد 2 مسقة ساعة 4 لتر يعني المسقة اللي هيها ساعة 4 لتر تمام هتحط 2 لكل ميت كاتاكوت عندي ميت كاتاكوت نحط لهم كم مسقة أربعة طب المسقة دي بتاخد كم يا مستر بتاخد أربعة لتر كويس قوي طب وبعد ذلك يمكن تخصيص مسافة 1.5 إلى 2 سنتي من المسقة لكل كاتاكوت يبقى ما يخص الطائر من حجم المسقة من 1.5 إلى 2 سنتي أعتقد كلام واضح تماما إلى جانب الأشياء الأساسية بقى دي بالنسبة لنا الأشياء الأساسية بالنسبة لنا هتكون عبارة عندي عن الإضاءة الإضاءة خلال الأسبوع الأول من حياة الكاتاكوت يستعمل الضوء المستمر تحت الدفايات لجذب الكاتاكوت إلى مكانها وخاصة خلال فترة الإضاءة دي أنا إن شاء الله بإذن الله هناخدها مع بعض خلال الحلقة اللي جاية لأن الموضوع ده بقى مهم جدا جدا ولازم نعرفك أهمية الإضاءة بنلاقيها لنا في البيوت من غير أي حاجة بديه يجيب لمبة كده يحطها مع الدجاج هو مش عارف ليه هو يقولك عشان بيأكلوا كتير أنا بقى هنعرفك ما هي أهمية الإضاءة وطبعا البرامج الإضاءة المتبعة تمام سواء كان برنامج الضوء السابت أو برنامج الضوء المتناقص وبرنامج الإضاءة في مرحلة التحضين وبرنامج الإضاءة المتبعة في مرحلة الرعاية وبرنامج الإضاءة المتبعة في مراحل الانتاء وكل حاجة طبعا لها حاجة ويعني طبعا كده احنا تناولنا مع بعضينا حاجات بسيطة فيما يتعلق به دجاج إنتاج البيض عرفنا أهميته القصوى عرفنا بعض السلالات التجارية المتخصصة في إنتاج البيض السلالات ذات القشرة البيضاء والسلالات ذات القشرة البنية عرفنا أنواع هنا وعرفنا أنواع هنا عرفنا الإحتياجات الخاصة بعملية التحضين من حرارة ورطوبة تمام وفرشة وعرفنا المرشد العملي إزاي إحنا بنقيسه لأن ده من ضمن المعايير اللي حضرتك هتتقيم فيها إن شاء الله ووقتنا خلص معكم بسرعة وإن شاء الله بإذن الله نستكمل حلقاتنا إن شاء الله بإذن الله خلال الأسابيع القادمة وكان معكم محمد المغربي من التلفزيون المصري وشكر خاصة لأسرة البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته